الثقة اوعى تفقد الثقة هو عايز يوصلك لده عايز يوصلك لده ولكن انت انت محترم وانتو ناس محترمين بتحبوا البلد لا يمكن في لحظة هتبقوا تفقد الثقة ببلدك امام خطاب تآمري عليك داخليا وخارجيا وللأسف تشارك في بعض وسائل اعلام المفروض انها مصرية ومحسوبة على البلد ومحسوبة على الشعب ولكن تشارك في هذا الخطاب الانتهازي الخطاب التآمري عليك مش على الرئيس عليك الاهم من الرئيس النهاردة البلد والشعب نعم فهو الخطاب يستهدفك كلنا بنستهدفين من هذه العمليات الارهابية والاعلام المغرض الاعلام المتواطئ المتآمر داخليا وخارجيا فمحدش يتدايق من روسيا محدش إذا الرئيس بوتين عمل كده ليه هو بعنا لا ما بعناش محدش بيبعنا قلتلكوا الموضوع ليه ابعاد جوه وابعاد برا هو عندهم حاجة محددة الروس عنده مصالح محددة موجودة في سوريا مش هيسيب المنطقة دي للامريكان ولا للأوروبيين سوريا بنسبة له حليف استراتيجي مش هيسلم سوريا للامريكان ولا الامريكان هيلعبوا هناك هو موجود هيروح يضربوا الارهاب يضربوا الارهاب كلنا نروح نضرب الارهاب وانا كمان روح اضرب الارهاب احنا كمان مصر بنضرب الارهاب يبقى احنا عندنا نظرتنا من الاول حربوا الارهاب في كل مكان وقولوا ارهاب هو ارهاب مش ارهاب ونص او ارهاب وربع ارهاب او ده مش ارهابي هو الارهاب الاصلي في اخبار النهاردة جاي لنا كمان مهمة انه بعض الدول الاوروبية وعلى رأسها بريطانيا فرنسا المانيا دلوقتي دلوقتي النهاردة بياخدوا اجراءات ضد قيادات وعناصر جماعة الارهابية فنشوف منظور اخر بيتم في العالم لازم نبص على اللي بيحصل في العالم كمان الاجراءات اللي بياخدوها لانه بقى عندهم ادلة عند الدول التلاتة ادلة على تورط هذي الجماعات في تمويل تنظيم داعش الارهابي الدول دي مش سهلة ممكن سايبك مرة واثنين 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 واثلاثة اتتبع الاموال وسهلة او يتعرف الحكاية دي الاموال راح منين لفين مين بيمول ايه كل ده بقول لي حاكم فيه اجراءات بتتاخد النهاردة دلوقتي بحث هذه الاجراءات فيه جلسة قريبة الاتحاد الاوروبي هتعقد لهذا الامر خصيصا مواجهة او اتخاذ اجراءات ضد قيادات وعناصر جماعة الارهابية اللي مولها لتنظيم داعش هم يعرفوش انه اصلا داعش نصه اخوان او كله كان اخواني كله كان اخواني وقلناها من الاول لو عاقبت واخدت اجراءات ضد الارهابيين الاخوان مش هيبقى فيه ارهاب في العالم هو قس الفساد والبلاء والارهاب هم جماعة الاخوان الارهابية اذا لما تحصل هذه الاجراءات من جانب فرنسا والمانيا وبريطانيا اذا عندما تحدث ويصبح حقيقة يبقى دي بداية المواجهة الصحيحة انما اي كلام اخر حوالين داعش وغيره ده كلام صغير وكلام لا يرتقي للمسئولية المسئولية مواجهة التنظيم الاهم التنظيم اللي ولد منه كل هذه الجماعات مع اتخاذ هذه الاجراءات ايوة يبقى انت بتحاصر الارهاب يبقى انت تمسك التمويل او تجف في التمويل اللي رايح من خلال العصابات اللي موجودة اللي بتاخد فلوسهم فلوس هذه الدول عشان تبعاته لجماعات ارهابية ترتكب جرائم على اراضي هذه الدول بفلوسها فلوس الاوروبيين كلها هي اللي بيقيتلوا بيها بفلوسهم مش فلوس جامل حتة تانية طبعا ديفت كاميرو النهاردة وكلام في بعض الصحف البريطانية عن تحذيره لقطر الكيان القطر الصهيوني تحذير ديفت كاميرون لقطر بتوقف عمليات تمويل جماعات الارهاب وتحديدا تنظيم داعش وفي ضغوط على ديفت كاميرو انه يلتقي امير قطر وجها لوجه ليوجه له هذه الرسال ولكن وسائل اعلام النهاردة البريطانية بتكشف عن هذه الاجراءات انه الحكومة البريطانية بتوجه رسال شديدة اللهجة الى الكيان القطري بالتوقف عن تمويل تنظيمات الارهاب في العالم يبقى المفاتيح بدأت تتحرك لان الدول بدأت كلها كالاول مش حاسب خطر هو مصر بتتضرب مش مهم شعب المصري بتتضرب مش مهم قضاة مصر يتضربه مش مشكلة جيش مصر يتضرب مش مهم الشرطة بتتضرب مش مهم مدنيين يستشهدوا كل ده مش مهم لا يعنيه ولا يفرق معاه ما هو شريك في المؤامرة طيب يفرق معايا امتى وانا شايف انه قطر بتمول وشايف انه تركيا بتحتضن وقطر تحتضن والتمويل رايح جاي ما فيش مشكلة بس انا بدأت حس بالخطر جايلي بيتي يضرب ولادي ويضربنا انا شخصيا لا لا هنا وقفة بدأ يحس بس لما تلسع لما تكاوة لما بدأ امبارع ديفيد كاميرا يقول لك ده احنا لسه اجهضنا على مدى الشهرين اللي فاته السابع عملية ارهابية ما اعلنتش عنهم ليه قبل كده يا اخويا بتسلامتك يعني جايت تقولهم امبارع ليه ما اعلنتش قبل كده كنت خايف ولا ايه يعني لسه مبارع بس العالم اكتشف انه فيه ارهاب فجأة ديفيد كاميرا مبارع احبطنا سبعة عملية ارهابية خلال الشهرين ماضية ومقولتش ليه لما احبط هو اي كلام وخلاص يعني ان احنا كمان مستادفين ما انت عندك اه عندك دعوه امام استعداد